اشتركوا في القناة للعائلات فقط دائما يمكنك ان تقرأ هذه العبارة على واجهة مطعم او كافترية ويصدف ان تقرر الدخول ذات يوم الى هذا المكان انت الرجل المفرد فيمنعونك من ذلك لانك بلا عائلة ثم تأتي فتاة وحيدة مثلك فيدخلونها وتستغرب انت ولماذا ادخلتموها مع انها بلا عائلة مثلي فيردون عليك لانها هي العائلة ولكنك لا تفهم شيئا وتصر على الدخول وتعود بصحبة شقيقك الصغير بعد ان اصبحت مع عائلة متحدة ولكنهم يطردونك من امام الباب وسط استغرابك الشديد تحاول ان تفهمهم ان هذا الطفل هو شقيقك وانت تخرج دفتر العائلة من جيبك لكي تفهمهم فانت ذكي وتعرف ان هناك لزوم لدفتر العائلة ومع ذلك يطردونك ويفسرون لك القضية بدك تجيب معك ست مدام مدموزيل فهمت هذا المحل عائلات نعم اخيرا لقد فهمت وعلى اعتبار انك لن تجرؤ على دعوة احدى بنات الجيران الى ذلك المكان وعلى اعتبار ان شقيقاتك متزوجات واصبح امرهن بايدي ازواجهن وعلى اعتبار انك تريد الدخول الى ذلك المكان فليس لك الا امك يعين امك ثم تبدأ بالتوسلات وبالترغيبات للسيد الوالده وتصف لها المكان بانه مكان خاص بالعائلات يا حجه وانكم كعائلة يجب ان تذهبوا كي تستمتعوا مع باقي العائلات المستمتعة هناك حيث الاطفال يمرحون ويلعبون والصبايا والفتيات يتحدثون والاباء والامهات يؤردلون حتى تغتنع امك وتخرجون ينظر اليك الحارس بن زعاج ولا يريد ان تدخل تسبقه بالقول ايه هين احنا عائلات دخلونا بقى وتدخلون في البداية يتفركش اخوك الصغير بسبب الظلام ولكنه ينهض مسرعا متلهفا لمشاهدة المكان واللعب مع باقي الاطفال تغوصون في الظلام اكثر وانتم تمسكون بايدي بعضكم البعض دون ان تشاهدوا شيئا ولكنكم تسمعون من اليمين ومن اليسار بعض الهمسات بعض الزفرات ثم يأتيكم شخص من وسط الظلام ويسألكم ويم تحب تأدوه تحاول النظر اليه لكنك لا تعرف اين هو اصلا ولا ترى الطاولات ولكنك تقول اين ما بدك فيطلب منكم ان تتبعوه فتتبعون صوته ثم تجلسون ورويدا رويدا تتمكنون من المشاهدة العائلات جالسة الى الطاولات كل طاولة عليها عائلة وكل عائلة مكونة من شخصين فقط رجل وامرأة او شاب وفتاة عائلة نموذجية متقيدة بقوانين تحديد النسل فيبدو منظركم انتم الثلاثة نشازا وفكرت لو انك لم تحضر شقيقك معك كي تبدو اكثر انسجاما مع المكان ثم يسألك شقيقك شو اللعب اللي عمل عبوه على الطاولة هون مشيرا الى شاب وفتاة يلعبان لعبة مسك الايادي بينما تنظر امك الى الحنان العائلي والمتجلي بمشهد شاب يطعم الفتاة الكرزة التي تزين كأس الجمايكة بدون كحول بينما تحبس انفاسك وانت تشاهد التماسك العائلي على اشده وعلى معظم الطاولات بالاضافة الى الهدوء الشديد فلا شجار ولا صوت عال ثم يأتي النادل يعني القرسون ويسألكم ماذا تشربون فتجيبون بصوت واحد جمايكة بدون كحول كنتو عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2015 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر